لم يكن سعي ميليشة الحوثية الأخير وإقدامها على تغيير اسم الشارع الزبيري في صنعاء فعلا مجردا بقدر ما هي محاولات لطمس رمزية أحد أبرز رجالات ثورة سبتمبر التي اجتثت وجود أجداد الحوثي من عائلة حميد الدين وحكمهم السلالية المقيد كغيره من رموز سبتمبر الكبار كان محمد محمود الزبيري نموذجا نادرا في اتقاد الفكر وشجاعة الكلمة والموقف نشأ الزبيري في بيت عرفت بالعلم والمعرفة على الرغم من سياسة التجهيل التي فرضتها الإمامة فنجد في أسرة الزبيري القضاة والعلماء والشعراء ومن هنا اكتسب الزبيري فكره ونبوغه تطور فكر الزبيري السياسي والاجتماعي بمرور الأيام دون أن يفقد سموه ورقيه فقد بدى مثاليا طموحا وظل يرتقي بهذه المثالية بالأدب والفن من أجل إقناع الجماهير وتوجيه حركة القوى الاجتماعية وإلهاب المشاعر والأحاسيس كما هو حال الكثير من قصائده ولجى الزبيري إلى الحياة السياسية وابتدأ مشواره فيها بالسجن من قبل سلطات القمع في عهد يحيى متوكل عقب خطبة لصلاة الجمعة في صنعاء كان حماسها كفيلا بأن يغضب المتوكل ويأمر الزبيري إلى السجن دون نقاش بعد خروجه من السجن سافر الشاعر القائد إلى عدن وفيها بدأ العمل مع رفاقه على تأسيس الكيانات الثورية فبدأ مع رفيق كفاحه الأستاذ أحمد محمد النعمان بتأسيس حزب الأحرار في عدن في يونيو 1944 وأصدر صحيفة صوت اليمن في نفس العام ثم وجد أن المهمة أكبر من الإسم فتحول باسمه ليكون الجمعية اليمنية الكبرى وهي الجمعية التي اشتركت في القيام بأول ثورات اليمن في عام 1948 على يحيى حميد الدين اعتمد القائد الثوري الزبيري على الفكر في إشعال الثورة ودون مبالغة فالتاريخ يتحدث عن كون الزبيري هو من أسس الأدب الثوري أدب الثورة والمقاومة في ذلك الوقت وحين رحل عن الحياة بمهابة وعظمة اليمنية الجسور كان قد ترك خلفه تاريخ نضال وثلاثة دواوين شعرية عنوينها تحكي تفاصيل النضال الفكرية وإن سألت عنها فهي صلاة في الجحيم وثورة الشعر ونقطة في الظلام إلى جانب مؤلفات سياسية كثيرة أبرزها الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ومأساة واق الواق حين تقف أمام قصائد الزبيري وإحساسه الوطني تشعر أنك تقف حيال رجل استقرأ واقع اليمنيين ومستقبلهم ولعل أبياته التي وصف فيها حال اليمنيين في عهد الإمامة يمكن إسقاطها اليوم على واقع اليمنيين في عهد الحوثي خصوصا حين قال ما لليمانيين في نظراتهم بؤس وفي كلماتهم آلام جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام لم يكن شعر الزبيري أنينا ولا نواحا بل كان شعاعا اشتعل ضوءه في فضاء اليمن ووصلت أنواره إلى أقصى قرية من قرى البلاد ظنت الإمامة أنها استطاعت إسكاط صوت الزبيري برصاصة غادرة وهب معها روحه فداء للبلاد لكن الزبيري ما زال حيا في أوساط اليمنيين يتردد ذكره في طابور الصباح كل يوم في مدارس الجمهورية حين يهتف الطلاب بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي يعود ذكر الزبيري من جديد بعد أن جاءت طبعة أخرى للظلم مستوفية كل نقائص الطبعات الأولى ونسخة هي الأبشع من الإمامة البغيظة ولعله يشاهد من مكان بعيد واقع البلاد ويصيح بأعلى صوته مستبشرا باقتلاع نسخة البغي مجددا الملايين العطاش المشرأبة بدأت تقتلع الطاغي وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر